مع ازدياد التحركات العسكرية في الشمال السوري وتمسك قوات سوريا الديمقراطية بضرورة إيجاد حل سياسي لوضع المنطقة لا يزال النظام السوري يقف موقف المتزمت والمتشنج من المباحثات مع الإدارة الذاتية مستشار الإدارة الذاتية بدرانتشيا كورد كشف عن وجود مباحثات مستمرة مع النظام وروسيا فيما يتعلق بالانتشار العسكري على الحدود مع تركيا مشيرا إلى تراجع قصد بكامل أسلحتها إلى عمق يصل نحو ثلاثين كيلومترا تيا كورد أوضح أن الإدارة الذاتية أنجزت خطوات مهمة في هذا الاتجاه وأنها تعمل لاستكمال التفاهمات التي تمت بينها وبين موسكو بشأن اتفاق سوتشي الأخير لكن الصعوبات والتحديات تبقى ثغرة تحول دون استكمال الاتفاق حسب تيا كورد وعلى رأسها عدم التزام العدو التركي بعملية وقف إطلاق النار مع الجانبين الروسي والأمريكي معا تيا كورد نوها إلى أن محاولات التمدد التركي نحو مناطق أخرى لا تزال قائمة فاضحا النواية التركية بالإبادة العرقية والتغيير الديمغرافي ومحملا في الوقت ذاته الأطراف الضامنة لوقف إطلاق النار المسؤولية لكن دمشق الغائبة الحاضرة عن منطقة الشمال السوري منذ اندلاع السراع السوري تبقى إحدى أبرز تلك الصعوبات إذ أكد تيا كورد أن النظام يفكر بالعودة إلى ما قبل عام 2011 دون أخذ المتغيرات بعين الاعتبار واصفا موقفه بالمتزمت والمتشنج وبحسب تيا كورد فإن المحاولات الروسية لإقناع النظام السوري بالتفاهم المعقول والواقعي مع قوات السورية الديمقراطية هي ما تعاول عليه الإدارة الذاتية اليوم في معالجة القضايا السيادية في المنطقة